هنبدأ نتفاهم في المهام اللي علينا بالنسبة للساينس ما نقلقش منه خالص ان هما اكتر من تاسك اكتر من مهمة بيبدأ لسكول هي اللي بترتبهم معانا طيب نبدأ ناخد تاسك نابو او انجي تشين هل باستو انترستان the energy use in operating devices انا باستخدم الانيرجي تشين بتبدأ تفهمني الانيرجي اللي انا استخدمتها علشان اشغل الاجهاز in operating devices وحطت لي صورتين المفروض حاطت لنا المستطيلات دي فاضية وانا ابدأ افهم الموضوع نبص كده اول واحدة اول واحدة بص دي مية حلة 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 مية وتحتها نار والتاني صورة السشوار فنفهم واحدة واحدة اي انيرجي شين بتبدأ بالسن هبدأ بالسن السن تطلع على light الليت هعمل له store chemical energy in trees التريز احنا بنعمله فيها حاكتين بعمل فيها cutting هنقطع التريز وهعمل لها burning هحرقها لما احرق هيطلع السيرمال انرجي والسيرمال انرجي هي اللي هعمل بها heat water طب تعال نشوف التانية التانية الهيردراير سشوار اي انيرجي شين بتبدأ بالسن السن تطلع على light الليت يخزن store chemical energy والchemical energy بتبقى في التريز هاخد التريز هعمل لها cutting and burning لغاية ما تتحول لكول هاخد الكول في الالكتر station هطلع بيه كهرباء همسك الالكتر بقى هطلع لي ثلاث حاجات في الهيردراير هتطلع heat هتطلع sound هتطلع kinotic الهوى برضو بات بيتحرك انا همسك الالكتر اللي هتطلع اطلع من electric station هكتب هنا electric station همسك electric energy تطلع لي في الاخر heat sound and kinotic energy طيب نشوف اللي بعدي نكمل تاسك نمبر 2 there are several devices that we use in our daily life وعيز خمس device ونشوف الفنكشن مبدئين عشان اتفقه هو السؤال كاتب ان انا عندي حاجات in our daily life يعني في حياتنا اليومية حاجات عندنا في البيت choose 5 اختار خمسة منهم واكتب ال input وال output والفنكشن كمان انا بستخدمه في ايه unused يعني اللي ده خلاله اللي هي ال input releasing يعني output يعني produced يعني اللي طلعا طيب احنا اختارنا هنا الحاجات الصغيرة اللي احنا بنستخدموها في بيتنا تقريبا على طول اشهر حاجة بتشوفها تدخل البيت ايد النور electric pulp اللامبة انا هستخدم في ال electric bulb to light it lights او هستخدم to light وخلاص علشان انور لك الحق تكتبها زي ما تكتبها unused بستخدم electric احنا تقريبا كل الاجهزة اللي بيتنا بتستخدم electric energy بتطلع ايه؟ بتطلع light and thermal بص في اي لمبة حواليك هتلاقيها من ورا واللمبة سخنة hair dryer لسه اللي انها فوق hair dryer drying hair اسمه hair dryer to dry hair علشان انشف بيه الشعر بستخدم electric بيتطلع sound and thermal وكي ناطق كمان ال washer اللي هي الغسالة washing glasses هاخسل الهدوم لو قلتلي washing كده بس صح بستخدم electric بيتطلع sound وبيتطلع كناطق اول حاجة بتشوفها كناطق ان الغسالة بتلف وبتطلع صوت television كلها من تفرجوا عليه بستخدموا to watch programs to watch اتفرج على ايه حاجة بستخدم electric ويتطلع light and sound television بينور بيتسمع الصوت البل اللي هو الجرس تمام؟ loud sound بيتطلع صوت عالي بستخدم electric وبطلع sound عندي كناطق طيب ممكن نحط حاجات تانية في حياتنا ممكن نحط موبايل فون طيب الموبايل فون بتعمل A B بتعمل B calls to make call طيب بستخدم electric ويتطلع sound and light اول حاجة تلفونك يشتغل ينور وبعدين تطلع صوت ادي الموبايل فون ممكن استخدم ايه تاني حوالينا في البيت جري التلفزيون وموبايل فون اي جهاز عندك في البيت استخدم الفان المروحة تمام؟ هتستخدم الفان to obtain air عايز هوا to produce air طب الفان بتشتغل بالالكتريك المروحة تلف تطلع لك كناطق اي حاجة اي حاجة عندك في البيت وده كان بالنسبة لتاسك نمبر 2 تاسك نمبر 3 احلم انهم يمكن تقول له type of cars may differ with different form of energy وعندنا شوية cars كده solar car solar يعني sun solar is sun electric car يعني بتشتغل بالكهرباء والفيول اللي هي العذاب بتاعتنا دي بتاعت البنزين فتعال نشوف if you were a decision maker in your city لو عندك قرار في ال city you have to choose one kind of cars تمام؟ بتستخدمه في ال city بتاعتك هتستخدم ايه؟ لو انت بتقدر تكرر هتقدر تستخدم ايه؟ فتعال نتفاهم هو كتب باراجراف وحوارك الطويل عريضه في النهاية عملنا التابل اللي احنا نشتغل عليه طب سيبك من الانسر وتعال نفكره سوا solar car cheap source of energy كلمة cheap يعني رخيص الصن الحمدلله ربنا مده لنا و clean يعني ما شفت ايش عمرك شفت الصن تطلع علينا مشاكل لا تعال نشوف الكهرباء مش رخيصة بيدوين الكهرباء بجد مش رخيصة بس clean انت بتشغل اللمبة اللمبة متعملناش مشاكل الفيول مش رخيص طب بتروح البنزينة تحط فيول بندفعه فلوس ومش clean بيدوين طب بيحصل burn وبيتحرق وطلع العرباء بتطلع دخينا نوره ف3 المشن 3 وطاسك 3 يعني لطيفة جدا طيب يلا نشوف task 5 task 4 sorry several electric devices use certain energy and to produce certain energy انا مش فهم اي حاجة مبدايا بس بص كده can you write input والoutput للفولوينج device عمل لنا table وكتب لنا شوية حاجات عايز ال input والoutput انا ما فهمتش اي حاجة من المكتوب وست فهمت انك write ال input والoutput electric bulb لسه الانها بتشتغل بال electric والطلالي light and thermal hair dryer electric and thermal sound and kinotic mobile phone electric وكمل بص ولو كتبت electric بس صح انك بتشحنه بالكهرباء وchemical علشان الباتري كنا قلين قبل كده ان الباتري بيبقى فيها chemical والموبايل بيطلع لك light and sound and thermal لو الموبايل سخن منك Task number 5 يلا نقرى واحدة واحدة يمكن دي اتقال task بس لطيفة جدا we need energy in our daily life كل موضوع بكلمة احنا منحتاجين energy في حياتنا عشان نعمل بيها حاجات كتير warming house work حاجات كتير كده from these sources حاطيت لي بقى اتنين اللي هو الاثنور بالnatural gas وعايز يعرف similarities and differences انت لو مش عارف يعني ايه similarities بس عارف كتير كلمة different يعني مختلف وطالعهم عايز حاجتين يبقى عايز التشابه والاختلاف تعال نشوف واحدة واحدة similarities يعني ايه التشابه ما بين الاثنور بالnatural gas بصوا هما الاثنين source of energy عادي والاثنين liquid الاثنور يعني هو شابه بس نقدر الاثنور اللي هو الكحول زي الكحول اللي احنا كنا بنرشوه ايام كورونا ده والnatural gas كمان liquid طب تعال على ال different ال different ان الاثنور ده عبارة عن biofuel الاثنور الاثنور biofuel طب انا لو مش فاكر ان هو biofuel انت لما كنت بتخلص الكحوله كنت بتجيب واحدة كمان يعني يخلص وتجيب غيره يعني renewable والبايو عشان بيجي من الحاجات البلانتنج اللي احنا بنزراحه لكن الفوصل لا ادي task number five task six تقريبا شابه اللي فوق بس واحدة واحدة we use oil and water so much in our daily life بيضاوي الائل مش هو الزيت اللي هنا الائل اللي هو البترول البترول الخام اللي بيطلع منه حاجات كتير ده اسمه اائل والباطر المية كنا تعال نشوف هو بيقول what are the differences الاختلافات اللي بينهم طب انت من قبل ما تفكر عرفنا ان الايل اللي هو البترول خلاص ده اول اختلاف كده صباح الفل كده ان الايل non renewable والباطر renewable خالصت الايل non renewable ان احنا بنجيبه من تحت الارض the composition of sea creatures بتيجي حاجات من تحت الارض والحاجات دي بتبقى dead ميتة اللي هي ضعياتها لكن الواطر بتيجي من two sources بتيجي من السي ومن الاوشان وبتيجي من ground water اللي هي المية الجوفية اللي بتبقى تحت الارض طيب انا ما بداية ما هيمنيش الباقي لان هو بس شريحة ان انا كتب انها دي combusture of sea creatures قايز تكتب دي اوكي مش قايز تكتب دي عادي عندك option تاني حقيقي تكتبه اللي هو الجزء ده كله ان احنا اللي بيحصل ان عندنا the secretures died ماتوا تمام وبعد اثنين كتير after million years هصل لهم حاكتين هصل لهم temperature and temperature بعد كده هما turn it into oil انا لو هختصرها هكتبها كالاتي ان الاويل اتعاد دائم ماتوا ماتوا دائم الطيب دائم الدائم دائم دائم جات من الكمبارشن بتاعت الديت اوغانيزم under temperature and pressure بس كده احنا التسكي اللي علينا خلصت وهسيب اللينك في الديسكريبشن تحت اللي انا محملة منه